أهلا بكم في الفيديوهات السابقة هدرت لكم على بعض التحاليل التي قمت بها الطبيب والتي هي مهمة في التشخيص بسوكاري بالنسبة لتحليل الخزان والصائم أنا راني شرحتها في الفيديوهات السابقة واليوم سنترق تحليل تحمل غلوكوز يعني غلوكوز طولاريس تست بالانجليزية هذه التحليل مهمة بالسف وقصوصا للنساء الحوامل وقصوصا للنساء وقصوصا للحوامل هذه التحليلة بالضبط يكون طلبة لكي يعرفوا مدى تحمل غلوكوز عندهم هذه السيدة بالنسبة للناس الذين يتعلمون من التحليل هذا التحمل غلوكوز ماذا هو؟ ما هو المختبر وأنتم مصائمين؟ لا يمكن أن تكونوا هذا الاختبار أنكم ستأخذوا العينة الدم لكي يتقلب قبل الاختبار وأثناء الاختبار ماذا يبقى؟ الممرضة أو السيدة المكلفة بأخذ العينة الدم أو التحليل؟ سوف يتعطي لكم المحلول الغلوكوز عبارة عن 75 جرام الغلوكوز مذاب في 200 إلى 300 ميلي لتر الماء من بعد أن تشربوا سوف يأخذ لكم العينة لساعة و ساعتين و ثلاثة سوائع بالنسبة للحوامل بالنسبة للتعديد سوف يأخذ لكم العينة ساعتين من التخدوذ المحلول بالنسبة للنتيجة هذه التحليلة إذا لقيتوا الناتجة من 140 إلى 190 ميلي جرام بارتيسيلت سوف يكون لديكم الماقب السكري إذا لقيتوا 200 ما فوق إذا لديكم السكري متطوع للطبيب سوف يوصف لكم الأدوية السكري بالنسبة للمقب السكري كما كان نصح دائما ممكن أن تتعجوا فقط بالحيمية الصحية قليلة الكربوهيدريت والرياضة المنتظمة إلى اللقاء في فيديو تطقي في آخر بإذن الله كانت معكم مريم الحجوج أغاو السلام عليكم ورحمة الله